بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدرس المتعلقة بالتفسير درسنا بإذن الله تعالى لا يزال في سورة الأعراف أقفوا أيهاكم مع آيات من هذه السورة لنظر في معانيها وكذلك نستنبط منها ونستخرج منها الفوائد والأحكام فكونوا معي بارك الله فيكم وقبل أن ندخل وإياكم إلى جو درسنا لا بد أن نقفوا أيهاكم على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فعلى بركة الله نبدأ أيها الطلاب والطالبات عندنا تفسير هذه السورة من الآية الثامنة والعشرين حتى الآية الثلاثين أستعرض وإياكم أيها الطلاب والطالبات أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا عندنا الهدف الأول أن يتلو الطالب والطالبة الآيات بإتقان كما ذكرنا سابقا تلاوة الآيات وصحة تلاوتها يبنى عليها فهم الآيات لذلك ينبغي للطالب والطالبة أن يعتني بصحة التلاوة للآيات الكريمات أيضا من الأهداف أن يتعلم الطالب تفسير الآيات ما الطريقة التي يمكن للطالب والطالبة أن يفهم بها معنى كلام الله سبحانه وتعالى لأن إذا فهم الآيات استطاع أن يأتي إلى الهدف الثالث وهو أن يستنبط الطالب أهم الفوائد والأحكام وهذا شك أنه من أهم الأمور وهو استخراج واستنباط الفوائد والأحكام من الآيات الكريمات هذه أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي للوقوف على الآيات الكريمات أتلوها على مسامعكم نتأمل المعاني ونستمع وننصت لكلام الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك بإذن الله تعالى نأتي وإياكم إلى ما يتعلق بمعاني الكريمات وكذلك استخراج واستنباط الفوائد والأحكام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أيها الطلاب والطالبات استمعنا بحمد الله تعالى إلى الآيات الكريمات ووقفنا على المعاني في هذه الآيات لا بد أن نبين بعض معاني الكلمات في هذه الآيات التي معنا فتأملوا ويبنى على فهم المعاني ما يتعلق من استخراج واستنباط الفوائد والأحكام من الآيات عندنا قول الله تعالى فاحشة ما المراد بالفاحشة هنا؟ ما عظم قبحه من قول أو فعل أو اعتقاد فكل ما فحش وعظم فهذه سمى فاحشة ولا يكون فقط على الفعل بل هو في الفعل أو الاعتقاد أو القول في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم ما المراد بهذه الجملة في الآيات التي معنا يعني أخلصوا عباداتكم وأكملوها ظاهرا وباطنا فهذا المراد بالإقامة واختيار هذا اللفظ يدل على الاهتمام بما يتعلق بالظاهر في الأعمال أو الباطن المتعلق بالقلب في قوله جل وعلا كما بدأكم تعودون ما المراد بهذه الجملة هنا كما أنشأكم أول مرة يعني من خلق آدم من طين يبعثكم أحياء فترجعون إليه للحساب وهذا ظاهر بحمد الله تعالى نأتي أيضا إلى قوله تعالى حق عليهم الضلالة أي وجبت عليهم الضلالة بما عملوا من أسباب الغواية كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أخيرا أيها الطلاب والطالبات في قوله ويحسبون أنهم مهتدون ما المراد بهذه الجملة هنا يظنون عقائدهم حقا وأعمالهم صحيحة وهذا من تزيين الشيطان كما ذكرنا سابقا في دفع سابق أن الشيطان يزين القبيح فيجعله حسنا أعاذني الله وإياكم من شره هذا ما يتعلق بالآيات وتلاوتها وبيان بعض معاني الكلمات بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي للوقوف على موضوع هذه السورة نتأمل وإياكم الآيات قد استمعتم إليها بحمد الله تعالى وعرفتم بعض معاني كلماتها فما الموضوع الذي ترونه مناسبا لهذه الآيات التي معنا نعم أحسنتم الموضوع هنا إبطال زعم أهل الفواحش والباطل فهي تنصب على هذا الموضوع وقد يعبر معظكم بتعبير غير هذا لكنه يصب في هذا الموضوع يعني اختيار العبارة أو تغييرها لا يؤثر المهم أن يكون الموضوع موضوعا فعلا يناسب الآيات التي قرأناها ووقفنا وإياكم معها بعد هذا يا الطلاب والطالبات كنوا معي للوقوف على سبب النزول أسباب النزول أيها الطلاب والطالبات تؤثر كثيرا في فهم الآيات كما قيل العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب لذلك نقف إياكم على السبب الذي من أجله أنزل الله هذه الآيات التي معنا هنا كانت العرب عدا قريش لا يطفون إلا في ثياب جديدة ويقولون لا نطف في ثياب عصينا الله فيها فإذا لم يجدوا جديدا طافوا بالبيت عراه وزعموا أن الله يحب ذلك وأن الله تعالى أمرهم بذلك فأنزل الله قوله وإذا فعلوا فاحشة جاءت الآيات سمى الله تعالى طوافهم بالبيت عراة فاحشة وهذا يدل على شناعة هذا الأمر وأنه ليس تحظرا ولا رقيا بل هو فاحشة كما سماه الله سبحانه وتعالى فهمك لهذا السبب يعينك بإذن الله تعالى على فهم الآية ومراد الله جل وعلا بها بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي لكلمات أخر نتبين وإياكم معانيها حتى بإذن الله تعالى تكون الصورة عندنا واضحة للآيات الكريمات ونبني عليها بإذن الله تعالى استخراج واستنباط الفوائد والأحكام عندنا قول الله جل وعلا بالقسط ما المراد هنا بالقسط المراد به هو العدل فالقسط هو العدل يقال القسط يقال العدل فكلاهما يصبوا في هذا المعنى عند قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ما المراد بهذه الجملة المراد بها أي عند كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهنا المراد بالمسجد هنا يعني الصلاة لأن المسجد هو محل الصلاة نأتي إلى قوله تعالى فريقا هدا ما المراد بهذه الجملة نعم وفقهم الله تعالى للإيمان فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء بفضله فهؤلاء هداهم الله جل وعلا بمعنى ألهمهم ووفقهم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى قوله تعالى اتخذوا الشياطين أولياء ما المراد بهذه الجملة من هذه الآيات المراد بها أيها الطلاب والطالبات اتخذوهم أنصارا لهم يوالونهم يعني جعلوهم أولياء يوالونهم ويأخذون منهم النصرة والتأييد إلى غير ذلك فهذا يبين لك حال هؤلاء المشركين وتوليهم للشياطين بعد هذا أيها الطلاب والطالبات انتقلوا معي لنقف على أبرز وأهم الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات التي معنا قرأتم الآيات وكذلك استمعتم إليها ووقفتم على شيء من معانيها وكذلك اخترتم الموضوع المناسب للآيات الآن نأتي إلى الاستنباط والاستخراج والتأمل والتدبر للآيات أول الفوائد التي نستنبطها وإياكم من هذه الآيات الكريمات من دلائل الجهل الاحتجاج بفعل الآباء وتقليدهم في الباطن لأن هؤلاء قال وجدنا عليها آباءنا والله تعالى قد رد هذه الشبهة في غير ما آية فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فليس حجة أن أباك أو جدك على هذا الطريق أنه صحيح العبرة بما يوافق الكتاب والسنة فقد يكون الآباء والأجزاء على غير هدى لذلك من دلائل الجهل فإذا رأيت إنسانا يحتج بهذه الشبهة فاعلم أن هذا من الأدلة على جهله إذ أنه يتمسك بهذه الشبهة التافهة التي واضح بطلانها أيضا نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات للوقوف على فائدة أخرى من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات أن من كمال حكمة الله تعالى أنه لا يأمر عباده بالفحشاء بل يأمر بالعدل في العبادات والمعاملات كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقد قيل إن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لأنها أتت على جميع المأمورات وأتت على جميع المنهيات فكانت أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ننتقل أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى فائدة أخرى وهي الأوامر الربانية عدل ورحمة كل ما جاء عن الله جل وعلا فهو عدل ورحمة بعباده وكذلك هذا يحقق السعادة في الدنيا وكذلك الفلاح في الآخرة لذلك الأخذ بما جاء عن الله فيه السعادة وفيه الأنس وفيه الطمأنينة وفيه كذلك السعادة الأخروية فعلينا أن نأخذ بما فيه السعادة لنا في الدارين لأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا أعلم بعباده وما يناسبهم أيضا نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات للوقوف على أيضا فوائد أخرى مستنبطة من هذه الآيات التي معنا هنا أيها الطلاب والطالبات لا تقبل العبادة إلا بشرطين دلت الآيات أن العبادة التي يتعبد بها العبد لربه جل وعلا لا بد فيها من شرطين ما هما؟ نعم الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني ما هو؟ نعم أحسنتم متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن العمل لله خالصا بأن أشرك مع الله غيره أو لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله فإنه رد عليه لا بد أن نستكمل في عباداتنا القولية أو الفعلية أو الاعتقادية أن تكون لله خالصة وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل بأن يكون خالصا لله جل وعلا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نأتي أيها الطلاب أيضا إلى فائدة أخرى مستنبطة من الآيات التي معنا وهي طاعة الشيطان والإصغاء إلى وساوسه سبب للضلالة وهذا واضح بحمد الله تعالى فالحذر كل الحذر من اتباع الشيطان وساوسه وخطواته وأن المرأة منا يكون حذرا فإن الله تعالى أخبر أن الشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو بيّن أنه عدو للإنسان وإذا كان عدو لك فإنك يجب عليك الحذر كل الحذر منه ومن وساوسه وخطواته التي تقود المرء إلى نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها أيضا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى فائدة أخرى مستنبطة من هذه الآيات أن الله تعالى خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله تعالى له الحكمة البارغة قدر جل وعلا أن من الناس من يكون مؤمنا وأن منهم من يكون كافرا تبعا لمشيئته وحكمته ومع ذلك فقد بيّن للناس طريق الخير وطريق الشر بيّن لهم الهدى حتى يتبعوه وحذرهم من الضلالة حتى يحذروها لكن من حكمته جل وعلا أن جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان أسألوا الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والهداية أيها الطلاب والطالبات نأتي أيضا إلى فائدة أخرى من الفوائد المستنبطة من الآيات التي معنا وهي أن من الكفار من يتقربون إلى الله بالباطل ويحسبون أنهم على هدى وهذا من أخطر الأمور أن يكون المرء على باطل وعلى ضلالة ويحسب أنه على هدى لذلك الحذر من ذلك وهذا إنما يكون من المرء عندما يرد الحق فإذا رد الحق ابتلي بتزيين الباطل له ويحسب أنه على هدى وهو على الباطل وهذا كما قلت من أخطر الأمور فيجب الحذر من ذلك وسؤال الله دائما وأبدا الهداية للحق لأن الإنسان قوي بالله سبحانه وتعالى ننتقل إلى نشاط آخر من الأنشطة التي تعين بإذن الله تعالى على فهم الآيات التي معنا هنا دو الأوامر والنواهي الواردة في الآيات هناك في الآيات أوامر أمر الله بها هناك نواهي نهى الله جل وعلا عنها وهذا يصب في استخراج الأحكام سواء كانت الواجبة أو المحرمة نأتي إلى الأوامر هنا قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط فهنا أمر بالعدل سبحانه وتعالى نأتي إلى أمر آخر من الأوامر قوله جل وعلا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة في هذا أمر بالإخلاص له سبحانه وتعالى أيضا من الأوامر في الآيات التي معنا قوله جل وعلا وادعوه مخلصين له الدين أمر بأن يكون الدعاء لله خالصا سبحانه وتعالى نأتي إلى الأوامر في الآيات التي معنا نجد أن الآية الكريمة هنا قوله أمر بالقسط فعكسه أو كما يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده فهنا نهى عن الفحشاء ونأتي إلى الآخر القول على الله بلا علم فهذه المعنى دلت عليه الآيات نأتي إلى قول الآخر اتخاذ الشياطين أولياء من دون الله فهنا نهى الله تعالى عن الفحشاء في الآيات وكذلك نهى عن القول عليه بغير علم وكذلك نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الشياطين أولياء من دون الله فهنا آيات دالة على الأوامر وهنا معاني مستنبطة من الآيات دالة على ما نهى الله جل وعلا عنهم في الآيات الكريمات فعلى الطالب والطالبة أن يعمل ذهنه وفكره في الآيات استخرج الأحكام والفوائد حتى بإذن الله تعالى يكون عنده تلك الملكة التي تعينه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى نهى أيها الطلاب والطالبات بعد هذا إلى نشاط آخر وهو سؤال ينبغي أن نتأمل فيه حتى نعرف الجواب عنه لما خص الوجه بالذكر في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد هذا السؤال في غاية الأهمية تأملوا معي أيها الطلاب والطالبات نجد أن الجواب على هذا السؤال هو لأن فيه أي في الوجه تمثيلا لكمال الإقبال لأن الوجه يواجه به الإنسان سمي وجها لأنه يواجه به فهنا لأن فيه تمثيلا لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى في مواضع عبادته فسمي الوجه وجها لأنه يواجه به لذلك خص جل وعلا الوجه بالذكر لهذا المعنى أيضا نأتي وإياكم إلى ختام درسنا بعد أن استعرضنا وإياكم الآيات الكريمات تلاوة لها وبيانا لمعانيها وكذلك وقوفا على أبرز وأهم أحكامها وفوائدها أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته